حقق نسب مشاهدة عالية على النات بمجرد وضعه نتعرف عليه سويا مع زبير فاضل ما تهضرش جديد لطف دوبلكانو ومرشح الرئاسية راشيد نكاز تحقق على نسبة مشاهدة في ضف ساعات من بثها من طرف مغني الراب المثير للجدل انطلاقا من فرنسا الأغنية تبدأ بحوار بين لطف دوبلكانو ومرشح الرئاسيات راشيد نكاز يريد فيها هذا الأخير التغيير والتعبير عن رأيه ويجيبه لطف بقوله على لسان النظام الوضع بخير ما تهضرش الفيديو كليب حقق نسبة مشاهدة تخطت المائة ألف على قناة لطف دوبلكانو على يوتيوب وثار ضجة وجدلا حتى قبل أن يصدر وامتنع لطف دوبلكانو عن بثه بتاريخ الرابع والعشرين من فيفري حتى لا يتزامن مع الوقفات المناددة باستغلال الغاز السخري في عين صالح تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الأغنية كانت في أغلبها مؤيدة لما قاله لطفي بخصوص قمع فرية التعبير بفتح البطالة والفقر والسياسة النعامة واتهان البعض بإثارة الفتنة وصمت الحكام العرب تجاه القضية الفلسطينية فيديو كليب أغنية متهدرش احتكم هذه المرة للتقنيات العالية في التصوير وحبكة القصة وعتحيزا بارزا لمرشح رئاسيات مشير للجدل أيضا رشيد مكال في انتظار جديد آخر يطلقه لطفي جوبيكانو